على فكرة كل كلية عاملة ألف وبه وجيم ودال اللي هي بيسموها المجموعات أصلا يعني عارف هذا الأمر وعارف أنهما عاملين بحيث يبقى العدد بيتناسب مع المضارة يا دكتور ده لو خادوا الغيابة المحاضرة هتخلص يا سيدي الفاضل وأنت في حالة استثنائية مصطفى بيه اللي يجب أنك أنت تتعامل بمنتهى الحسب أنا بكلمك في واقع أنت بتكلمني في يوتيوب أنا بكلمك في واقع النهاردة عندك مضارك في 3000 طالب خلاص خلاص هل تلتطلبة؟ لا سيب الطلبة أول مقصود المقصود من كلام الدكتور مغازي هو أنه أنا يعمل تماما على الطلبة يحس أنه في تماما أنا مش هدفة كلية شرطة ضريف لكن في كلية التالية يصعب لا كتير طبعا يصعب إذا كان يصعب أنك أنت مش عامل لهم مكان لأنهما يتعلموا فيه يبقى القصة دي مشكلة عندك أنت من الأول اللي أنا عارفه ما عليش أنا مصفى به يمكن أنا قريب العهد شوية بموضوع طلبة وعارف أني الكلية بتقسم الدفعة مثلا لثلاثة أو الأربعة بحيث أني لو قولنا المضارك بيشيل مثلا 700 أو 800 هم عاملين حساب إن 700 كلهم يستطيعوا إنهم يحضروا في المضارك إنما اللي أنت بتقوله ده نظام لأ مش هقدر أعمل يبقى سيبهم زي ما هو إذا مش ده الحل أنا من وجهة نظري تحديد مكان داخل الجامعة للتظاهر ويكون فيه درجات للحضور والانصراف تمام نمرأ تلاتة إن شهر 12 وشهر 5 يمنع نهائيا حسب ليحة الجامعة أي نوع من أنواع التظاهر لسبب إنك أنت بتتكلم في شهر 12 وبتتكلم في شهر 5 هو استعداد للامتحانات وبالتالي التلاتة نقاط دول لازم إن إحنا نحدد عليهم وبالتالي اللي يخالف ممكن يصل الأمر يعني أنت الحالات اللي أنا سمعتها لما كنت حضرتك بتتكلم عليها في الفقرة اللي قابلينا تحدث على اعتداء على أسد هذا الأمر لازم يكون فيه متعل حازمة على فكرة ده فيها شق جنائي أنت بتتحدث عن ضرب دي جنحة ما صحيح وده حصل فبالتالي أنت بتتحدث عن جنح أولا أنا ككلية فصل خلصت يعني ده اسمه خط أحمر أنت بتتحدث عن أستاذ إذا لم يكن هناك احترام للأستاذ يبقى أنت خلاص كده انهارت المنظومة التعليمية عشان كده أنا بقول لرؤساء الجامعات وبقول لوزير التعليم العالي لازم يكون فيه حسم والمشكلة بتاعة الحرس دي لابد أن يكون لها حسم خلي بالك أنت الموظفين اللي هم الأمن بتاع الجامعات يعني أنا باعتبرهم ناس غلابة جدا خلي بالك أنت وقف عند باب الجامعة الجامعة دي كبيرة جدا طبعا سهل جدا بعض الطلبة أو بعض الأشقياء التابعين لتلك الجامعة ينطوا من على الصور وخلي بالك أنت لو جيت بسط للمجموعة دي هتلاقي على الأقل ربعها مش طلبة داخل الجامعة صحيح طب هتتعامل معها إزاي لا ده هو مجرد إلهاء لهذا الفرد غير المدرب بأي حركة من هنا ولا هنا والتاني يخش يعني فيه ألف طريقة أصلا هو مش واعي يعني هذا الفرد دبلوب مؤهل متوسط وعشان تأهله أو تدربه ما عندوش الفكر والله أنا من وجهة نظري من ضمن الحاجات اللي هي يمكن التفكير فيها ويمكن ساعات اللي هو هيساعدنا في هذا الأمر أنت بيبقى عندك ضباط سابقين عساكر سابقين في الأمن المركزي دول قعدوا تلات سنين بيتدربوا أو في الجيش تستطيع أن تستعين بالعاوز يتعين منهم بعد ما يخلص فضل التدريب تستعين به ده فرض مدرب دي فكرة حلوة يعني ممكن تبني عليها شوف هذا هو دي فكرة حلوة طبعا هو نشكر هذا على الفكرة دي بس هو أنا كنت عاوز يقول أن الضابط الحرس الجميع كان له دور اجتماعي ثقافي في الجامعة صحيح ما هو رجل قاعد على البوابة ده حافظ الطلبة وحافظ ظروفهم وحافظ أي مشاكل هو بيقوم بحلها بيقوم بالوساطة مع الأسزة في حل مشاكل الطلبة فكان هو أخ كبير روحي لهم فكان بيسيطر على هذا القطاع بما له من علاقات والدية بينه بين الطلبة بس لا يا فندم الأمر استفحل ساعات في تقارير تقارير لجهات أمنية على الأسزة وعلى عميدي الكلية لا وستمعت فندم هو النهاردة أنت نهاردة أنا لازم أنا بأتكلم في منظومة المنتي أن الضابط كان دوره كان له دوره بيسيطر على المكان هو أنه كان أخ كبير للطلبة نهاردة أنا محتاج الزباط كلها في الشارع حاليا أنا محتاجهم في الشارع أنا عاوز أجيب الناس اللي أجيبها في الأمن الجامعي ده عاوز يقوم بهذه المطالب أنا عاوز يعد إعداد إعداد قريب مش زيه قريب بحيث أنه هو بردك ينجح لأنه موظف المدينة طبعا ده إلى حد كبير ما يجيه واحد برده يعني غالبا مع الطلبة الطلب بردك عاوز واحد يقول له شخصية اللي هو ممكن يتحاور معاه يتكلم معاه يعني إزاي يعرف يجزب إزاي شي طبعا ده مجتمع حساس مجتمع جامعي ده مجتمع حساس يعني وبعدين أنا بردك بأطالب أن الأسازس الجامعة يقوموا بدورهم يقوموا بدورهم هو مش يقوموا بدوره العميد ولا مكين لا كل أستاذ يقوم بدوره كل أستاذ له تأثير في وسط طلبة بتاعته يعني أنا وانا شايف النهاردة عاوز أقيم الأسازة في كل في أي كلية بيحدث سواء مظاهرات أشوف الأسازة اللي بتصدر الطلبة كم أستاذ صدر الطلبة ولا واحد صدر الطلبة لكنه هو أستاذ مؤثر في طلبة بتاعته وكل نوعه في وسطهم يحد من يحد من تجاوزاته هيختشه منه لكن لأسف الجامعة الكسلة كبيرة كمية كبيرة من الأسازة ما تحبش تدج في نفسها في هذا المضمار عشان ما تعرضش لحرك لكن هل هو لو كان له دور مؤثر هيقف في وسط الطلبة كلهم يحترمون لأن في أسازة لها قبول كبير من الطلبة صحيح لو تواجد في وسط الطلبة هيحد من هذا لكن موضوع مش عميد ووكيل لا مش وظايف مفهود أن كل أستاذ يقوم بدوره كله مدرس مساعد كله مدرس يعني أداء أرجو من هذا المكان أن حركة نحن نهيب عودة الحرس الجميعي إلى الجامعات المصرية متفقة لمختلف أنا هي مني أنا محتاج الزباطي في الشارع دلوقتي أنا محتاج الزباطي لضبط الشارع المصري لكن أه ممكن أنا لو جامع قامت بدورها طبيعي كله أستاذ أم بدوره كل واحد أم بدوره بتأثير في الطلبة هنؤدي نفس الغرض لابد أن تطبيق اللوايح على كل واحد خارج من الطلبة عن المألوف خرج عن عن تقاليد الحرم الجامعي لابد أن يأخذ أيقاب راضع لأننا في فترة تريبة أنا فترة تريبة لما يجي أستاذ يتضرب من طالب ده هدم العملاء التعليمية بالكامل طبعا بالتالي اللي عنده استعداد يخدم أقول لك أختم لذا كون ممكن أن أتعزق صحيح متفق ألا مختلف عودة الحرس الجامعية لا يمكن عودة الحرس الجامعية مش عشان حاجة عشان في حكم قضاء في حكم قضاء احنا دولة قانون هرجع أقول لك تاني برضو مبدأ سيادة القانون حتى ولو أنا مع إني لابد من حكم بات ما ينفعش ما ينفعش ولو حتى عملت قانون حالة وحيدة اللي تقدر ترجع بيها الحرس الجامعي أن يتم النص على هذا الأمر في الدستور الجاي بقى يستفت عليه مع عدى ذلك لا يمكن ولا بقانون ولا بغيره احتراما لأحكم القضاء عظيم وبالتالي يجب أن نبحث خارج الصندوق البحث خارج الصندوق عن حلول حلول اللي قالها سعدت اللي هو الأفكار اللي أنا قلتها يمكن البناء عليها ولو كان زي ما سعدتك قلت بالفعل أني الأماكن ضيقة طب خلاص يا سيدي أنا أقدر أن أنا أعمل على فترة أو فترتين اعتبرها زي المدارس المهم أن تصل إلى حل خد الفكرة وحاول تطورها حتى لو هي مش عجبك خدها وطورها يعني اعملها سكاشن عن طريق السكاشن دي قول والله أنا كل سكشن فيه ميت واحد مية وخمسين واحد بحيث أعمل عملية ضبط ليه أنا عاوز أوصل للأمر ده أولادنا أو أبنائنا أو إخواتنا احنا بعتنهم ليه بعتنهم للتعليم لا مانع أنه هو يقول رأيه بس ما يقولش رأيه على حساب اللي احنا بنشوفه في المشات ده مصطفى بيه 24 ساعة ولا 12 ساعة اللي بيروحوهم في الجامعة هم بره المدرج إذن أنت مش جاي لكده أنت عاوز تتظهر آه مرحب بيك في الشارع مرحب بيك في الشارع سيب زميلك اللي جايين يتعلموا ولذلك أنا قلت الوزير التعليم لما يكون عندي حقين أنا الأولوية فيهم تشوف الحق اللي نص عليه الدستور يعني مثلا في حق التعليم ولا حق التظاهر لا حق التعليم لأن المكان ده بالذات هو مكان للتعليم طيب لما يكون أنا عاوز أعبر عن الرأي عبر عن الرأي بضوابط وضوابط شديدة الصرامة عن الضوابط اللي موجودة يا ساعة اللي هو في الشارع المصري لأن هنا هذا المكان طب لو أنت عاوز قول رأيك ما احنا سايبين لك الشارع قول بضوابط وبحدود معينة وأنا بستغرب شديد الاستغراب للناس اللي هم بيعترضوا على قانون التظاهر أنا لست مع تقييد حق التظاهر ومع تنظيم حق التظاهر وليا اعتراضات على بعض مواد لكن ما فينفعش أقول معترض على قانون ككل لا ما فيش حد أعترض على القانون للأسف شديد للأسف شديد للأسف شديد إمبارح كان في مدان طلعت حرب مجموعة من الشباب يقول لك نرفض قانون التظاهر لأن من مكتسبات الصورة أننا تظاهر والشارع بتاعنا هذا الكلام لا يمكن يا عزيز يا دكتور أنا أتكلم عن المتخصصين لا تدخلني مع العوام اعترضوا على أي على سبيل المساعد طيب كل ملاحظات الحقوقين الذين يفهمونا في القانون قالوا بأي شيء في الدنيا بيحتاج إلى نقاط للتقنين تمام اعترضهم واحد حتة الإختار أم الطلب في الخارج هناك اختار اختار بالتليفون وعلى الشرطة أن تنظم المسالك ولكن يمنع الاقترب أن أي نقطة بوليس أي نقطة مطافي أي نقطة قوات مسلحة أي شوارع ونحن مع ذلك فوق الرصيف يعني الموضوع برضو في الخارج منظم وبتاخد بياخد بس اسمك ورقم بطاقتك علشان لو أنت مسؤول المظاهرة كحد أقصى ثلاث حاجة حصلت أنت لابتتسجن أو بتتحبس حتة الإختار في القانون فيه مش طلب فيه طلب طلب الطلب يختلف الطلب يقابل بالرفضة أو بالإيجان أنا عاوز أقول لك كل ما يجري بشأن قانون التظاهر هو اكتهدات لأن القانون لم تطرحه الدولة على موقعها ده صحيح وأنا عاوز أقول لك حضرتك على حاجة واحد يقول لي أن قانون التظاهر مش عارف ده كم مادة واحد يقول لي لا ده أزيد واحد يقول لي لا أقل ده بيدخل في نطاق عدم الشفافية أنا كنت أأمل زي ما حضرتك كده بتقول أنه يعرض الأمر بحيث نعرف وأنا لي أنا بقول لك حسب حتى التسريبات اللي تمت أنا شخصيا ليه ملاحظات من بينها موضوع الإختار ده أني لا يكتفى بالإختار لأن كل دول العالم المحترمة بتعمل بالإختار إذن لو إحنا حطينا الملاحظات هو فكرة الطلب حطينا الملاحظات الفكرة الطلب مرفوضة لسبب ليه لأن لو أنا حطيت كلمة طلب ممكن يرفض خلينا بصراحة هو عملها عشان الجماعة أي قانون هو عملها عشان جماعة أنا بقول لك عشان كده بقول لك هو أي قانون لا يوصم أو لا يوضع فيه أو لا يوصف فيه أنه يكون عمومية وتجريد وينظم سلوك الأفراد في المجتمع ويتحط عشان جماعات بعينها أو أحزاب بعينها هو قانون ساقط من قبل أن يبدأ وبالتالي يجب أن يكون القانون يتسم بالعمومية والتجريد لو هو حطه في ذهنه الجماعة هذا القانون سيفشل ومش هيلاقي حد يحترمه عشان كده أنا قلت قبل ما تعمل قانون التظاهر ساعت اللي هو زي ما عملنا في الانتخابات يا مصطفى بإيه إيه هو جينا قولنا للمواطن طلع البطاقة بتاعتك اتقدم للسندوق اعمل كذا يكون معاك إيه علم على إيه وما تعلمش على إيه وعملنا برامج لو تفتكر حضرتك وحتى بعض حاجات فيلمية كده بسيطة تفاهم المواطن طيب ما تيجي إحنا كمان نفاهم المواطن يعني إيه تظاهر يقرب من إيه وما يقربش من إيه إيه اللافتات المسموح بيها وإيه اللافتات اللي غير مسموح بيها إيه اللي ممكن يتقال وإيه اللي ممكن ما يتقالش في فيلم وصائق كده أو حاجة بسيطة تبين للمواطن يعني إيه حق التظاهر زي ما بنشوف في كل دول إعلام عشان كده أنا قلت أي قانون عشان يحترم لابد من تسقيف المواطن خصوصا القوانين الكبيرة زي التظاهر حضرتك ذكرت كده أن بعض الناس يبقى ضد القانون وأنا بقولك أنا شخصيا بأكرر للمرة المليون ليه ملاحظات على القانون وبالتالي تعالى نعمل حوار مجتمعي نخلي بدل ما الشخص يبقى ضد أو الحزب يبقى ضد القانون تعالى نخلي الحزب نفسه بعد ما نقنعه هو اللي يروج للقانون هو ده فايدة الحوار المجتمعي بس الحوار المجتمعي ما يكونش المالة نهاية أسبوع عشر تيام أسبوعين يجب أنك تتحدث سقف زمني سقف زمني عشان بعدها الأمن القومي المصري أهم من أي شيء ستلا وانا هنتقل معك لنقطة أخرى وهي نقطة الإجراءات الجنائية ومكافة قرون الأربعي ستعال هو بس أنا عاوزة أوضح لكافة طبقات الشعب أو الشعبنا العظيم يعني أن الشرطة يعني طوال عهد بها كويس أمرها ما اعترضت على مزارة سلمية وهي دائما تحمل مزارة سلمية حتى ولو كانت من جماعات الإخوان أو غير الإخوان أو أي جهة المهم أرجوك أرجوك ما تخليش نبحث بس أنا شاهد على ما حدث في 25 أنا أتكلم يوم 25 في مدنة التحرير كانت المزارات سلمية لا دكتور عبدالل صحيح صحيح أنا أتكلم أرجع للموضي لأنه طبعا كانت تمنع كانت تمنع لكن هو تمنع وتحاصل تقدر فنة السؤال لحضرتك قانون مكافحة الإرهاب أم قانون الإجراءات الجنائية أيهما أجدى هو قانون الإجراءات الجنائية فنة بدأ بجانون عامي يحوي كافة إجراءات التقادي لكن مكافحة الإرهاب أنا أعاوز أخصص جرائم معينة بإجراءات لا بد أن تشدد في تلك الآونة لأن طبعا النهاردة نجد أن تعمل ضبط في الشارع تمام يعني مقترح قانون جديد لمكافحة الإرهاب حال سيكون حيجب لا يجب قوانين كلها لا تجب بعضها قانون ده قانون إجراءات الجنائية ده قانون عام إجراءات جنائية عامة أما قانون المكافحة الجنائية يخص جرائم معينة بالخصوص يعني ده قانون المخدرات قانون فيه قوانين خاصة لكن إجراءات الجنائية ده تغلص فيها العقوبة في حالة معينة لكن ده قانون يعتبر من قوانين خاصة زي قانون مكافحة الإرهاب قانون النقد قانون جرائم التمونية جرائم النقد ده حيات خاصة لكن إجراءات الجنائية ينظم كيفية التقاضي في هذا الموضوع طب ده تقول لي ماذا لا يطبق ما فيه في قانون الإجراءات الجنائية من مواد على هذه المظاهرة ولو تبق هذا القانون لما خرجت مظاهرات القانون الجنائي فندم فيه يعني مثلا قطع الطرق القانون العام يجرمها قطع التصلاة القانون العام القانون الجنائي العام يجرمها هذا اسم القانون الجنائي العام يعني حاجة يخضع تحت طائلته كافة الجرائم المجرمة لكن أنا لما أخص جرائم معينة بالإرهاب عشان المواطن يتبصر بها أكثر دقة وفي نفس الوقت تكون أكثر تغرزة للعقوبة أنا بس عاوز أوضح حاجة مهمة جدا أن الأمر ينظم بقانون العقوبات الإجراءات الجنائية تتبع عند القبض على المتهم والتفتيش والإذن النياب كل الحاجات ناحية إجرائية لكن الذي ينظم بديل لقانون مكافحة الإرهاب هو قانون العقوبات وده ورد على فكرة أنا عاوز بس أفاجئ الشعب المصري للي ما تفاجئش قبل كده أن أساساً تنظيم الإرهاب هو بالفعل الجراء المنصوص عليها في القانون العقوبات وأنا جايب معايا هو الباب التاني الباب التاني بيتحدث بداية من المادة 86 بيتحدث عن يقصد بالإرهاب ورح قايل وأنا عاوز أفاجئ الناس أن من ضمن الحاجات سواء أفراد أو جماعات وبينص على أن الجماعة أو أفراد أو تنظيمات أو إلى خلافه وهذا الأمر منظم بدقة شديدة جدا في قانون العقوبات في فرق بين قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية قانون العقوبات هو من يعاقب الجناع عن أفعالهم اللي بيرتكبوه أما قانون الإجراءات الجنائية بينظم كيفية القبض على المتهمين إزاي بتقبض على المتهم إزاي تفتش مسكنه إجراءات التخاضي والمتعلقة بكافة الإجراءات لماذا لا يطبق مثل هذه؟ ده سؤال لازم نسأله للدولة المصرية أنا ده أنا ولذلك أنا عاوز أقول لحضرتك أنا هأكرر حاجة في منتهى الأهمية أنا رافع دعوة بالفعل على رئيس الجمهورية لأن كل دول محترمة اللي في العالم اللي احنا بنعرفها واللي ما عندهاش إرهاب زي اللي عندنا وإحنا لسه أنت كنت بتتحدث عن شهداء سقطوا هذا الصباح من رجال الشرطة وعزائي طبعا لكل الشهداء اللي عندهمش إرهاب زي عندنا فرنسا عندها لايحة إرهاب وحتى تنظيمات وجامعات إلا على مزاجها إنجلترا أمريكا وعاوز أقول لحضرتك على حاجة اللي موجودة هنا في اللايحة بتاعت الدولة دي غير الدولة دي غير الدولة دي غير الدولة دي وبتحط اللي هي على مزاجها أنا سؤال بأسأله الرئيس الجمهوري مصر وهي تواجه مرحلة من أخطر مرحلة وأنت رجل قانون وهو رجل وطني محترم من المستشار عدل منصور إرهاب إذا لم يكن هناك راضعا قويا في مرحلة حرجة من تاريخ مصر هنفضل في هذه الزوبعة وهذه المشاكل إلى مالة نهاية عشان كده أنا رفعت دعوة على رئيس الجمهورية لعدم إصداره قرار سيادي بوضع ما تسمى بلائحة الإرهاب ووضع تنظيمات عليها ده بيترتب عليه إيه إن أي شخص ينتمي لهذا التنظيم أو هذه الجماعة يعتبر تنظيمة إرهابين وبالتالي يحق لك أنك أنت تقبض علي مفهومة فكرتك ست اللواء أندالست أو على اللائحة يعني حركات كثيرة ربما تضعى الولايات المتحدة الأمريكية على قيمة لائحة الإرهاب لديه تنظيم القاعدة حتى حركة حماس وحركات أخرى كثيرة توضع ضمن التنظيمات الإرهابية لديها ونحن ليس لدينا ما يعرف فقط باللائحة عشان نحط عليها هذه التنظيمات فيه أشخاص فيه أشخاص معينة بدرجة على القوائم سواء كانت تقرق بوصول أو مغادرة من الجايات السيادية بعدين أنا أبدأ تعقبا على سادة الدكتور يعني هنا القانون الجنائي بيعاقب أي فعل يرى المجتمع تجريمه فهو موظم الجرائم موظم الجرائم اللي سادة الدكتور عليها بيشملها قانون العقوبات قانون العقوبات وأما قانون الإجراءات ده زي ما علينا سادة الدواء ده قانون بينظم عمليات الضبط والتفتيش وإجراءات التقاضي هنا لما الدولة عملت قانون مكافحة الإرهاب عملته زي يعني حاجة أقوى من لائحة لأن القانون أقوى من لائحة عشان برضك مش كلنا عندنا ثقافة واحدة فلما نظر أن المجتمع بيتكلم في قانون مكافحة الإرهاب على أساس أن المجتمع يعرف أن هناك قانون مكافحة الإرهاب سيبدأ يرى هذا القانون سيبدأ ينقش مجتمعيا لأنه أنا وصلت للي عاوز الدكتور أنه هو لوائع توضع على كذا لأن القانون أقوى من لائحة فهو إيه أنا شايف أن الفترة دي تحتاجها قانون الإرهاب على أساس أنها بيجرم من يأتي أفعال بينص على القانون وتعتبر جرائم إرهابية انتهى حراك فيما يتعلق بأن القانون إجراءات الجنية لا يطبق وقانون العقوبات ما فيش لا يطبق قانون العقوبات موجود موجودة فإرهاب موجودة بس ما بتطبقش لماذا لم تطبق؟ يا ريس أنا لماذا لم تطبق؟ والمحامين من هذه القوانين لا تطبق على يا سهلت ريس النظر أنا أصدر لسلك حاجة القانون الجنائي العام ده ده قواعد عامة تسري على المجتمع فيها قواعد قاعدها مجرد شاملة عامة لكل الأفعال لكل الأفعال مجرمة أنا لما أخص مجموعة أفعال بقانون الإرهاب نتيجة لما نحن فيه الآن عشان المواطن يختص هذه المواد بيعتبر أن ده أفعال إجرامية لا بد من تجريمها لا بد من تغلز العقوبة عليها زي قانون مخدرات كده قانون خاص لكن هو في إطار القانون الجنائي جرائم النقد والتهريب من دمن القانون الجنائي لكن ده باب خاص فأنا أنه أول مقصود في التركة الفترة عاوزي أن نعرف ما هو قانون مكافحة الإرهاب عشان يبدأ يتبصر أن فيه أفعال ممكن تغضع عليه الجرائم الجنائي الإرهابية وهي تبقى عقوبتها أغلص من القانون العام الوضع داخل الجامعات تطبق عليه مثل هذه القوانين أم تختلف يعني لما يحصل أن حد يضرب حد في الشارع حال الموضوع جوه الجامعي حرم الجامعي عشان يخش الأمن للحرم الجامعي لابد أن يكون طلب من رئيس الجامعة والنائب العام يسمح للشرطة بالدخول يعني بابدك فيه إجراءات لدخول الحرم الجامعي لماذا أهمية حرم الجامعي يعني ما فيش واحد يخش يعلم في خش كده لازم طلب من السيد الرئيس الجامعة والسيد النائب العام بيسمح لدخول القوات للتعامل على هذا الشغب لكن في الوقت كل الرئيس الجامعة بيتعامل مع طلبة بتاعته بما يترأى من موتيح لوا من قوانين ونوائح فالحل إيه يا فندي فيما يحدث في الجامعات الحل يا فندي بما يكون نظري أننا أطمع عند يقوم أستاذ الأسادزة ورؤوسية الجامعات بواجباتهم وتوقيع العقوبات الرادعة على الطلاب المخالفين للوائح هذا حل اجتماعي الحل الأمني وهذا من دين الحل الأمني إنه لابد الرضع لابد الرضع فندي نهذا الطالب النهاردة يريد أن يطالب بحاجة بحاجة خاصة في التعليم أو حاجة تعلق بشأنه ده بتكلم في حاجة سياسية حاجة عامة حاجة بايدة عنه صحوبي أنت القضية دي موجودة يا سعادت اللي هو في الجامعات العامة تتخيل أن هي مش موجودة نهائياً في الجامعات الخاصة خاصة تعرف ليه؟ لأن هناك دبط هناك خليبان سعادتك لا معاشاً إيه؟ هناك دبط هناك قوة هناك حسم أنا بقول لأساسة الجامعات وبقول لرؤساء الجامعات أنتو ما عندكمش هذا الضبط ليه؟ ليه إحنا عندنا أي حاجة تتعلق بالحكومة أو وظائف الحكومة تلاقي الناس قاعدة كده مرهرطة مش فاهم ليه؟ مرهرطة يعني ده اللي أنا عاوز أقوله ده اللي أنا عاوز أقوله لماذا؟ ولم يقول الدنيا باللي فيها ومكبر دماغي أنا نبلك الحسم حتى هذه اللحظة نبس أرى أستاذ لو تأثير في طلبة بتاعته يقفوز طلبة الطلبة تختش منه أحس أن هذا الأستاذ أدى رسالته العلمية والاجتماعية والثقافية لكن لأسف سيبين الطلبة كلها تعيس وتغوز أمام زنة أنا بتفق معكم والأسف الشديد وقت حلقتنا خلص وأنا برضو أنا عاوز حاجة أخيرة بس يعني من الناحية العلمية عشان الأمانة العلمية أني بقول أن المواد من 86 تمام؟ اللي موجودة في الباب التاني في قانون العقوبات هي راضعة وقوية جدا لكنها لم تطبق ده بما فيها الإعدام حتة أننا عاوز أعملها في قانون منفصل ده رفاهية وقت إحنا لا نملكه الآن طبق ده وبعد كده أقول أنا عاوز أقول أن تعريف حتى قانون الإرهاب هنا في المادة 86 قوي جدا التعريف اللي هم هينزلوه في قانون مكافحة الإرهاب على فكرة هو أنت القصة عبارة عن إيه بتاخد المواد دي هتعملها قانون طبق ده على أي حال خلينا نقول حاجة مهمة للغاية إذا كان الدستور بيتغير دستور مصر دستور مصر بيتغير خلال سنتين عندنا مشروعين لإعداد الدستور لقيحة الجامعات مش هنعرف نغيرها رئيس الجامعة مش هيعرف يبقى ليه هيبة رئيس الجامعة مش هيعرف يصدر قرار مش هيعرف يفصل طالب عجبني جدا المثال له الدكتور عبد الله والخاص بأن الجامعات الخاصة لا بنشهد فيها مثل هذا الجدل الجامعات الخاصة لها قواعد خاصة وقواعد حزمة وفيها فصل لأنها تمتلك لوائحة داخلية الخاصة اللي من حقها أنها تفصل أي طالب مشاغب تمنعه من دخول الامتحان والطالب أدفع ألاف أو عشرات الألاف من الجنيهات من أجل تعليمه ولذلك يحترم هذه المؤسسة التعليمية وللأسف الشديد الاحترام لا يكون داخل مؤسساتنا التعليمية الحكومية سؤال إلى كل رؤسات الجامعات سؤال إلى رئيس جامعة القاهرة رئيس جامعة الأظهر إلى وزير التعليم العالي ألا يمكن تعديل اللوائح الجامعية ألا يمكن وضع اللوائح تسمح لهذا الشخص المخالف بالفصل أو بالعقاب وشفنا قبل ده كده مليون نموذج لما يوصل النموذج للتعدي على عميد الكلية بالضرب ومدير الأمن الإداري بالضرب يبقى رجل ده إزاي حواري وشهل الطلبة ما بقاش فيه شكرا دكتور عبدالله المجازي وسلسل القلوبة الدستوري شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لندل اللواء وسامة الطويل وساعد وزير الداخلية شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا على مدى ساعتين كنا مع حضرتكم في صفحة جديدة من صفحات الوطن ربما عنوانها الأبضل كان شهداء المنصورة خالص تعزينا لهؤلاء الشهداء وإن شاء الله صفحتنا الجديدة بكرة حتعتيكم من سبعة لتسعة مساء ويا رب ما بقاش فيها دماء زي كل الصفحات السابقة أصباح على خير اشتركوا في القناة